بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الجزء الثاني من شابتر السكوب. الشابتر الخامس معنا. قبل ما نبدأ في الشابتر خلينا كده نرجع بس ايه? للمكونات او البروسيس نفسها الخاصة بالشابتر ده. في الصفحة الاولى. كنا قلنا ان احنا كان عندنا ستة بروسيس وكنا اخدنا اتنين. plan scope management و collect requirements. في المحاضرة دي هناخد define scope ان انا اعرف ال scope و create wps. طيب. define scope مقصود بها ان انا اعرف ال scope. اعرف scope يعني ايه? انا من شوية كنت خلصت البروسيس بتاعت collect requirements. اعدت مع جماعة بتوع ال stakeholders. و اعرفت منهم المتطلبات كلها ايه? سواء كانت متطلبات ال sponsor او client او احد ال stakeholders او اصحاب المصلحة او المستفيدين. اعدت معهم و اعرفت ال requirements وعملت لها documentation. توصيك لل requirements. دلوقتي عايز بقى ابدأ اكتب ال scope ده بشكل هندسي بحيث ان هو ينفع يتنفذ. طيب نبدأ سريعا في التولز والتكنيك. اول طول و تكنيك عندنا product analysis تحليل المنتج. الجماعة بتوع الاصحاب المصلحة او المستفيدين دايما لما بيقولوا احنا عايزين كذا بيقولوه بشكل عام شوية. يعني بيقولوا احنا عايزين فندق. عايزين مستشفى. المستشفى دي تلتميت سرير. عايزين محطة حويات مسلا تستوعب خمس تلاف كنتينر مسلا. يعني بيقولوا حاجات مش اللي هي مسلا هاخدها وانفزها على طول. فمحتاج ان انا احول الكلام اللي بيقولوه ده اللي هو يعتبر high level information احولها لحاجة ينفع تتنفذ. من خلال بقى ال engineering work اللي انا هعمله. يعني مسلا ممكن يقولي انا عايز برنامج يعمل اوتومايزيشن لموضوع فواتير الكهربا مثلا بتاع شركة الكهربا. طيب الكلام ده ما ينفعش ان انا اخدوه خلاص والكمبيوتر رح يحوله البرنامج. لا انا محتاج بقى اعمل تحليل كده للنظم system analysis. وابدأ ان انا اقول ايه. ايه requirements اللي عايزها. ايه نوع ال programming language. هل في حاجة جهزة يستخدمها على طول ولا لأ. طب هل النظام ده مربوط مع ال ERP بتاعت المؤسسة ولا لأ. وهكزا يعني. هل فيه تبيز معينة مرجحة. ومسلا اي value engineering بحيث ان انا اطلع افضل cost او اخد افضل نتيجة. طيب الطول والتكنيك الثاني alternative identification. ببدأ اعرف ايه هي البدائل المتوفرة قدامي. على سبيل المثال لو بعمل منشأ ما انا ممكن اعمله خرصاني وممكن اعمله معدني. قوعة كبيرة اوي محتاج مثلا ان انا بعمل مطعم وهيبقى ال span بتاعه او العرض بتاعه واسع جدا. فمحتاج انه هو يبقى فيه حاجات تتحمل الكلام ده. فالsteel structure هيبقى افضل. طيب قصاد كده في المطعم ممكن انه هو يحصل لقدر له حريق. وعارفين انتو الاحتراق معدل الاحتراق بيبقى اسرع شوية في الاستيل. اسرع من الخرصانة. فبالتالي ابدأ اولد بدائل. واقارن ما بين البدائل دي. بعمل برنامج الكمبيوتر مثلا ومرتبط بتاتا بيز. طيب اختار الداتا بيز اللي تبع الاوراكل ولا تبع السيكول ولا 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 ولا. وابدأ اولد بدايل. واطلع الفوائد والعيوب بتاعت كل واحدة. طيب قلنا الاوتبوت الرئيسي هو البروجيكت سكوب ستيتمينت. البروجيكت سكوب ستيتمينت عبارة عن بيان نصي ممكن يبقى معه دروينجز زي ما ببقى في المنشآت الهندسية او معه عبارة عن عناصر معه شروط عقد معه كل ده خاص بالبروجيكت سكوب ستيتمينت طيب بيقول ان هي جزء من السكوب بيز لاين بيز لاين معناه خط الاساس معناه الحاجة اللي هنتفع عليها دلوقتي اللي هي المشروع نطاق المشروع الرئيسي عشان بعد كده هبقى كارن بها هبقى اقول انا فعلا ده السكوب اللي انا بنفزه دلوقتي هل زاد عن السكوب اللي كان في البيز لاين اللي اتفقنا عليه في البداية ولا لا طيب السكوب بيز لاين عبارة عن تلات حاجات سكوب ستيتمينت اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ودبليو بي اس وورك بريك داون استراكشر عبارة عن هيكل شجري هنتكلم عنه بعد شوية ودبليو بي اس ديكشنري قموس بيفصر الدبليو بي اس هنتكلم برضو عنه مع الدبليو بي اس ديسكرايبز ان ديتيلز بروجيكت ديليفرابلز اند ريكوار الورك تو كريات ديم بيوصف مش بس الديليفرابل اللي طالع وكمان شغل البروجيكت مانجمنت اللي هعمله عشان اوصل لان انا يبقى عندي المخرج ده من عشان يبقى عندي منشأ مش هشتغل المنشأ على طول مرة لازم بقى فيه 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 خطط لازم بقى فيه احيانا بيبقى فيه حاجات لازم انص عليها تحديدا ان البند لا يشتمل على كذا البند عبارة عن تركيب بدون توريد انا اللي هورد انت ملكش دعوة اصعر بس على التركيب او مسلا المكاتب الادارية دي انا عايزها بدون تأسيس بدون فرنيتشر انا اللي هجيب الفرنيتشر من عندي عشان انا اعرف اجيبه باسعار رقيصة او ان انا محتاج اه زوق فني معين في اختياره وهكذا what people want to be in the scope but not approved to be in the scope احيانا بيجي بعض الناس من الجهات المستفيدة يقولوا معلش يا سبونسور مش انت بتعمل فندق تم تعمل هنا صالة رفيهية جنبه احيانا بنحتاجها بنبقى بنعمل فيها حفلات وكلام من ده فيجوا يقولوا السبونسور يقولوا لا لا معلش ما فيش فلوس لدي احنا هنعمل ده بس اخد انا الكلام ده كبروجيك مانيجر واعمله ريكوردين اثبته في الاسكوب ان احد الناس طلب كذا كذا والسبونسور لم يوافق عليه عشان بعد كده لو السبونسور ده مش موجود وفيه ريبرزينتف لو او حتى لو ما فيش دلوقتي ما اضطرش ان انا ارجع للسبونسور لما يطلب الموضوع ده تاني لان بعد فترة قبل تسليم المشروع ييجي مسلا ايه المستفيد ده ويفتكر ان الناس خلاص نسيت بقى ان الموضوع كانت طلب زمان ويقول ما تعملوا لنا كذا كذا او ما انا جاي متلع بالسبونسور اقول له الموضوع ده الطلب زمان والسبونسور رفضوا فمعلش مش هي ما ينفعش ان احنا نستكمله طيب بروشيك سكوب ستيتمين كونتنس المكونات بتاعته اتكلمنا فيها من شوية قلنا البرودكس سكوب ديسكريبشن خصائص المنتج نفسه الاكسبتنس كريتيريا ايه هي المعايير من قبق من وجهة نظر السبونسور او المالك في انه هو يقبل العين دي او يقبل المنشأ او يقبل المخرج اللي طالع من المشروع المخرجات وقلنا تشمل البرودكت والبروجيكت مانيجمينت وورد البروجيكت اكسكلوجن ايه هو اللي اوتو سكوب الحاجات اللي بره النطاق كلمنا عنها فوق اه كونسترينز والاسمشنز اللي هي القيود احيانا اللي يجي اللي سبونسور ويقول لي معلش المشروع ده ما ينفعش يعدي باي حال من الاحوال تمنمائة مليون الرقم ده هو الماكسيمم بالنسبة لي فده خلاص بقى كونسترين او مسلا بيعمل جامعة وعايز يلحق السيزن بتاع التقديم فييجي يقول لي معلش يعني لو سلمتها لي في اغسطس اوكي لو سلمتها لي في سبتمبر ما ينفعش بالنسبة لي انا لازم تسلمها لي في اغسطس ما فيش كلام ما فيهش نقاش فده بيبقى كونسترين عندي فبالتالي انا باخد الكونسترينز دي كلها واكتبها زيها في حاجة اسمها الاسمشنز احيانا في بداية المشروع بنفترض فرضية معينة بتبقى المعلومات مثلا مش موجودة بالنسبة لنا وان احنا نفترض فرضية زي اللي في المثال هنا بيقول ان احنا مش هنحتاج موافقة قسم الهندسي قبل ما نبدأ يعني ده يعني خاص بالتنفيذ ممكن يعني ممكن مثلا ان انا عايز بعمل مصنع وفي المصنع ده هحتاج او مضخات بشكل معين وافترض ان هي هتبقى لوكل مش هتبقى مثلا بجيبها من برا مش مش ايتم هستورده من برا فبافترض ان هي محلية طيب طالما محلية خلاص مش تاخد وقت كبير فبالتالي بحط ده لو توفرت لي معلومة بعد كده ان المنتج ده لا مش محلي المنتج ده هاتطر ان انا اجيبه من برا ابدأ اشوف هيعمل على ايه في عندي في عندي في وكذا بحيث ان انا اعدل الكلام ده فدي موضوع الطبيعي يعني ان هو مسلا بيبقى فيه خاص بالاسمه وفيه عبارة عن لوج تاني لوج يعني بيان مكتوب في كل اسمشنز بالترتيب اسمشن مرة واحد مثلا كان كذا اه الديسكريبشن بتاعه ايه من اللي عمله الامباكت بتاعه علي ايه وكذا يعني عمل لوج يعني او بيان جدول اه فالطبيعي بيبقى فيه لوج للكنسترينز ولوج للاسمشنز اه هنا ببين بوك بيقول لي لو انت اذا ما عندكش نزوم اللوج ده اكتب الاثنين في الاسمشن ده كده بالنسبة لنا عبارة عن البروجيكت سكوب ستيتمنت طيب البين بوك كانت ذكر برضه عبارة عن مقارنة ما بين الشارتر والاسمشن السبب في كده ان الاثنين بيبقى مذكور فيهم معلومات عن ايه هو المشروع انا عايز اعمليه في المشروع بس في الشارتر ده المفروض ان احنا كنا هناخده في الانتجريشن فطبعا هنأجيله الاخر خالص بس كنا قلنا الشارتر بيبقى مكتوب في معلومات هاي ليفل معلومات بصورة مختصرة قوي اما في البروجيكت سكوب ستيتمنت بتبقى كل شي مفصل بيبقى التفصيل ازيد البروجيكت سكوب ديسكريبشن اه بروغريسيفلي الابوريتد بيتطور بشكل اه طبيعي وطبعا ده طبيعة الشغل بتاع البلانين كله انه بيبقى فيه بروغريسيف الابوريشن الابوريشن يعني تطور بروغريسيف مستمر او متقدم يعني باستمرار في تطور يعني مش عارف كل حاجة من البداية بيبقى فيه حاجات لسه اه غمضة فببدأ ان انا اخطط في الحاجة اللي انا عارفها وبعد كده عرفت حاجة جديدة ازود تفاصيل الخطة يعني ع سبيل المثال بعمل مثلا اه 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 مثلا مصنع بترو كميويات والمصنع ده عارف المين لاين اللي فيه مثلا بس فيه مباني ادارية عايز اعملها مش عارف لسه تفاصيلها ايه طيب هعمل اسكوب بس او تخطيط للجزء ده ولما يظهر الاسكوب عندي بعد كده بتاع المباني الادارية هبدأ ان انا اتكلم عنها وافصلها اكسبتنس كريتيريا بروجيكت ديليفرابلز بروجيكت اكسكلوجن اتكلمنا عن الكلم ده كله في الاسكوب بروجيكت كونسترينز بروجيكت اسمشنز دي كده ايه مقارنة ما بين الادنين طيب البروسيس اللي بعد كده عندنا كريت وورت بريكداون استركشور ان انا عايز اعمل الهيكل الشجري او الهيراركي بتاع اجزاء المشروع طيب قبل ما نبدأ في البروسيس انا احابب باوريكم لأول شكله مسلا ده احد الاشكال جايب لي مسلا مشروع فيلا وبيقول للفيلا دي في تجهيز الموقع اللي هي الحاجات اللي تحت الارض اللي فوق الارض والسوبر استركشور ده فيه سيفل وإلكتريكال وسنتري وفينيش هو ده مثال للو بي اس ان انا باجي اقول انا هعمل ايه طيب اللي انا هعمله ده اقسمه تقسيم هرمي هو التقسيم الهرمي ده بسميه وورت بريكداون استركشور بيفدني في كل شيء بعد كده بيبني عليه معظم الاكتيبيتز بتاعت البلانينج اللي جاية كلها لان اي حد بيبدأ منه انا مكونات المشروع عبارة عن ايه الانبوت اللي انا محتاجها سكوب سكوب مانيجمنت بلان كلمنا عنها البروجيكت سكوب ستيتمنت كلمنا عنه لسه بالبروستس اللي فاتت في الفيديو اللي فات والانتربرايز انفارمينتال فاكتورز العامل البيئيه الخارجيه المؤسرة وارجنيزيشنال بروسيس اسيت التولز والتكنيكس اللي عندي ديكمبوزيشنز اللي هي التفكيك ان انا عمال اجيب المنتج وفككوا الحيثات انا بعمل مثلا فندق طب الفندق ده مكون من غرف مثلا سنجل وغرف دابل واجنحه وصلاة ومطاعم وي 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 وكذا الاكسبرت جوجمنت حكم الخبراء او خبرة الناس الاوتبوت الرئيسي اللي عندي سكوب بيزلاين ان انا بيبقى عندي بيزلاين الاسكوب في شكل هرمي في شكل دابل بي اس البروجيكت دوكمنز افديت ان انا بعمل تحديث على مستندات المشروع بيتكلم الاول على التول والتكنيك اللي هي ديكمبوزيشن التفكيك التفكيك معناه ان انا اخد الحاجة نفسها وحللها اللي انا هعملها لشغل البرودكت اللي طالع من المشروع ان انا احلله وقسمه وفصصه لعناصر اصغر منه وابدأ ان انا اعمل هيكل للكلام دا ونظمه في شكل هيكل هرمي اسمه وابدأ ان ا 3500 تنتهيج وان ريفو لغوة الشي cola 추gresة وام لشرير البروجيكت حكم من العشروع أزاروا السفل مت 좀 اخذ المستوى العالي بيزلا التابق النقر ان كان اسمه السوبر انا ا MARMIHAD slime ايسوه انا اعمال مدانية اعمال معمرية اعمال مكانيكية اعمال كهربية و هكذا developing and assigning identification codes to the WBS components بقى متعرف عليه ان مثلا المثال ان اي ايتم من الايتم اللي في المربعات اللي قدامنا يبقى له كود والكود الفؤاني يبقى اصغر من الكود اللي تحتي يعني مثلا Villa Project ده واحد Mobilization واحد واحد Substructure واحد اثنين Super Structure واحد ثلاثة يبقى الليفل بتاع واحد ده كله متفرع منه واحد واثنين وثلاثة نيجي المobilization اللي هي واحد واحد طالع منها cleaning and leveling يبقى واحد 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 اثنين واحد واحد ثلاثة و هكذا coding يعني او هيكل شجري developing and assigning identification codes to the WBS components لكل المكونات يبقى فيه كود عملية تكويد لها The composition may not be possible for a future deliverable احيانا زي ما قلنا ان السكوب ما بيبقاش واضح لكل الحاجات المستقبلية فبعمل اللي موجود دلوقتي وبعد كده لما بيظهر السكوب عندي بشكل اوضح ببقى اكمل الباقي The team usually waits until the deliverable is agreed on So the details can be developed This technique is referred to as rolling wave planning عملية rolling wave planning احد الترمنولوجيز الشهيرة في project management مقصود بها التخطيط المستمر اللي هو الموج المستمرة مقصود بها ان انا بيبقى عندي مش عشان السكوب مش واضح ان انا ما اشتغلش لا ان انا بشتغل وبنقح ونقح مرة ثالثة وربعة وكذا كل ما توفر معايا معلومات ابدأ ان انا ازود تفصيل اكتر scope baseline ده ال output الرئيسي عندي ان انا بيبقى عندي خلاص ال baseline وقلنا ال baseline من شوية مكون من ثلاث حاجات قلنا ال scope statement و ال WBS و ال WBS dictionary scope baseline is the approved version وكتب التلات عناصر scope statement و ال WBS dictionary can be changed only through formal change control procedures بيقول لي ديما التفقت عليه وانتقل مشروع ما ينفعش تزود ليه لانه ده المتفق عليه تب تزود عليه من خلال change من خلال تغيير تغيير متوافق عليه من تغيير معتمد وطبعا الوحيد اللي هو صلاحية اعتماد التغيير هو الممول او من فوضه الممول او الكلين ويستخدم لان اقارن بي اقارن بي يعني ايه يعني لما يجي اقول المبنى ده احنا بنعمله هل في السكوب نرجع للباسلين هل موجود المبنى ده او موجود بيبقى مش موجود يبقى لا وكذا مش شرط مبنى ممكن حاجة جوه المبنى مثلا البرنامج وفيه فانكشنز كتير وزودنا فانكشن من عندنا واحد كده هو اللي بيعمل البرنامج وقال اه انا شفتها دي في برنامج قديم تب ما زودها لا ابدأ اقارن هل دي كانت من ضمن الفانكشنز او الوظائف المطلوبة في البرنامج ولا لا مش موجودة يبقى ده سكوب كريب يبقى انا كده فيه زحف في السكوب يبقى فيه زيادة في السكوب وارك بريك داون استراكشر دابلي بي اس الطوب داون افورت معنى طوب داون افورت ان هو اه جهد او افورت بيتعامل من الاعلى للاسفل يعني ايه من الاعلى للاسفل يعني ببدأ من الليبل العالي ان انا عندي مسلا فيلا بعملها وبدأت ان انا قسمها لعناصر كهربا وميكانيكا ومش عارفية وكذا وبدأت اخد الاعمال المدنية استراكشر واقسمها ان انا عندي اعميدة وسلابس وكذا فبالتالي انا بشتغل من فوق وانا ننزل لتحت انا اضع المدنية استراكشر لكي افكك المخرجات لما ببدأ افصص افصص يعني اخر الليبل بوصل له دا بيتسمى وورك باكيج زي هنا في الاحمر الكلينين وليفلينج تنبوراري فانس سايت اوفيس دي وورك باكيجز في الكونكريت وورك ما يعتبرش وورك باكيج اللي تحتيه اللي هو الكلين كونكريت دا وورك باكيج بمعنى ايه وورك باكيج؟ معناه هو اخر ليبل في الو بي اس بوصل له وما بعده بيبقى الاكتيفيتز ما بعد ذلك بيبقى الاكتيفيتز احيانا لما بنمسك تايم سكاتجو المسلا معمول بالبريمافيرا بلاقي ان فيه شكل عبارة عن اه بانس كده او احزمة او خطوط بالعرض وتحتها اكتيفيتز خلينا نحاول نشوف كده شكل يعني اللي احنا شايفينه دا شكل جدول زمني معمول بالبريمافيرا هنلاقي مسلا فيه خطوط هنا كده اللونها اللي هو الرمادي دا او البترولي زي اوفيسز ان ستور بيلدينج وتحتيه خط اصفر وتحتيه خط ازرق وتحتيه خط احمر الخطوط دي كلها هي الدابلو بي اس الدابلو بي اس متقسم بالشكل الشجري دا تحت الاحمر اللي هو ديفيجن زيرو تو ايرت وورك هنلاقي بعض الايتم زي اكسكيفيشن وهكذا الاربع ايتم اللي تحتهم دول اكتيفيتز والاكتيفتي له في البارد شارت عبارة عن بار موجود والدابلو بي اس اللي هو البند الاحمر او او الازرق او الاصفر او البترولي اللي فوقيه دول كلهم وورك بريك داون ستركشور ليفلس ممكن طبعا يبقى ليهم بار تجميعي لكن الاكتيفيتز هي اللي تحت اخر واحد اللي هو الاحمر عندي هو دا يعتبر الورك باكيج اخر ليفل موجود عندي في الدابلو بي اس طيب النقطة الثانية ايت انكلوت برودك سكوب بروشيك سكوب ان بي ام افورس لا شك ان انا لما بعمل الجدول الزمني مثلا او لما بعمل دابلو بي اس وبستخدم برنامج زي بريما فيرا او اي ان كان التول اللي باجعمل دابلو بي اس ما بحطش بس البرودكت بحط كمان البروجيكت بروشيك سكوب احيانا في بي حاجة اسمها او الاجراءات اللي انا هعملها عشان انفز الجوب دي في الماثود ستايتمينس بابدأ ان انا اسرد واحد ادنين ثلاثة فبالتالي انا محتاج ان انا اقدم الماثود ستايتمينس قبل ما اعمل الاكتيفتي فدي لها معاد لها تايم فبالتالي ممكن يبقى فيه دابلو بي اس خاص بالموضوع ده دابلو بي اس تاني خاص بتكنيكال سبميتلز دابلو بي اس خاص بالبرشيز اللي هيحصل البي او البرشيز او الخاص بالدليفرابل الدليفري ان انا هوردها للموقع امتى وكذا النقط دي كلها ممكن ان هي تبقى من ضمن السكوب فبالتالي اتنكلوت مش بس البرودك سكوب لا كمان البروجيك سكوب ان بروجيك مانجمينت افورتز الو بي اس كريشن رولز دي بعض الرولز الخاصة به ان انا وانا بعمل الو بي اس قد تكون يعني مستنبطة من كتاب ريتا شوية الابتجي يالو باسم او البروجيك باسم او البروجيك مانجم بل نفسي لانه هو داخل في كل التخصصات بشكل دقيق لم يجب بائما في كل التخصصات بشكل دقيق بحتاج ان انا يبقى معي ال دلوني يقول ان ابدأ اعمل الليفل العلوي الاول يعني مثلا في الجزء ده اقول ان انا عندي موبيلزيشن وسبستركشور وسبستركشور طبعا ده سهل عشان فيلا ممكن يبقى حاجة اكثر تعقيدا فبيقول لي اعمل الليفل الاول قبل ما تبدأ تعمل تفصيل لان انت ممكن بعد ما تخلص التفصيل تيجي تعمل تكمل الليفل الاول اللي كنت ناسيه تكتشف ان انت محتاج تعدل حاجة فتبدأ تعدل الموضوع من اول وجديد لا ابدأ ليفل ليفل خلص الاول ليفل الاولاني اللي هو فيلا بروجيكت بعد كان ليفل التاني موبيلزيشن سبستركشور سوبرستركشور بعد كده ابدأ ليفل التالت وكذا اه دي لفرابلز ذات ار نوت بارت اوف دي بي اس والنوت بي ابرت اوف دي بروجيكت معناه يقصد يقول ان المشروع هو اللي في الدي بي اس اي حاجة لم تذكر في الدي بي اس يبقى برا النطاق فبالتالي الدي بي اس لازم يكون يحتوي على كل شيء في النطاق الدي بي اس دي كشناني هو بيعرف الدي بي اس الدي بي اس عبارة عن هيكل طيب الهيكل ده محتاج تعريف اكتر محتاج يقول لي مثلا لكل جزء من الاجزاء ديت من دي بي اس مين المهندس المسؤول عن الجزء ده مين ايه هي الانشطة المرتبطة بالموضوع ده متوقع التكلفة تبقى دي ايه وكذا بيقول لي هنا دي بي اس دي كشناني بروفايد دي بي دان فور ايتش ورك باك اجج اللي كل ورك باك اجج ايه الأعمال التي تعمل بروشيك مانجر يوز دي بي اس دي كشناني تو بريفن سكوب كريب يعني دي نوت من الناتس الخاصة برضه بالاسئلة انه هو بيستخدم لمنع لسكوب كريب عشان كل مواحد يجي يقول لي اه ممكن نزود الحتة دي اقول له ارجع لدابلي بي اس دابلي بي اس مكتوبة في الحتة دي لا مش مكتوبة طيب بيبقى خلاص دي سكوب كريب ده كده انت بتزودلي على النطاق ده شكل تاني كمثال للWBS كتب لي Piping Construction Utility موجود اتنين اريا اريا وان اريا تو او اريا اي بي سي اريا اي بي سي اريا اي بي سي ابوف جراوند اندر جراوند وكذا بيبدأ يعمل دي كومبوزيشن لكل جزء عشان يوصل للتحتي ده شكل الWBS Dictionary ممكن طبعا يبقى اكبر من كده على حسب ايه الداتا اللي متوفرة عندي بيقول الWBS اسمه وبعد كده Work Description ايه الاعمال لتتعمل Activities ايه الانشطة المرتبطة بالWBS ده Required Resources ايه الموارد اللي انا محتاجها موارد اللي هي يقصد بيها مثلا Manpower انا محتاج عدد عمالة قد ايه او مهانسين او stuff قد ايه محتاج machine محتاج material بشكل معين Cost Estimates بعض التخديرات التكاليف للWBS ده Acceptance Criteria معايير القبول للWBS ده لو فيه لو مافيش ممكن يبقى لليفل اعلى شوية Responsible Manager مين هو المدير المسؤول Notes and Tricks دي بعض برضه النوت يعني اللي ستساعدنا في موضوع الاسئلة WBS is a Graphical Picture of the Project Hierarchy يعني لما يجيلي سؤال موجود فيه ان ده Graphical Picture of the Project Hierarchy ويقول لي او هو؟ هقوله انه هو الWBS لانه هو Graphical هو عبارة عن فعلا شكل رسومي هرمي بس على شكل رسم of the Project Hierarchy للهيراركي بتاع المشروع WBS does not show Dependances العلاقات ما بين الActivities وبعضها هتيجي معانا في الشبطة بتاع الTime الخاص بالNetwork بتاعت الActivities Activity on the Arrow Activity on the Node الانواع بتاعت الNetwork فبالتالي دي ميتبقاش بين الDependances او اعتمدية الActivity على بعضها هعمل ايه قبل ايه ايه ينفعه بعد ايه و ايه ما ينفعش دي بتبان في الNetwork ما بتبانش في الWBS Work Package و اتكلمنا عنها عن الWork Package انه اخر ليفل في الWBS الControl Account ممكن يبقى فيه ليفل عندي في الWBS واسميه Control Account ممكن يبقى اخر ليفل اللي هو بتاع الWork Package وممكن ما يبقاش هو ده طيب بعمل في ايه الControl Account ده الليفل اللي عنده بعمل estimation او control على التكاليف لما باجي اعمل مرقبة للتكاليف مش هعمل Activity بActivity يستحيل يعني لما باجي مثلا بعمل control على item بتاع الخرصانة واجي مثلا مفصص Activity بشكل كبير وقال بقى ان انا في عندي Activity خاص بالنجارة والحدادة والسب والمعالجة وفك الشادة والكلام ده مش هكذا اعمل control على ال Cost او اعمل Evaluation على ال Cost في كل ده احيانا او في كتير احيان الموضوع او الهيراريكي في الهيراريكي ليس على الهيراريكي فبالتالي بأخذ الهيراريكي معين مش شرطي بقى على كل البنود هو الهيراريكي رقم ثلاثة لما ممكن يبقى هنا الثالث، الخامس، الرابع، الأول على حسب كل بند من البنود ويسميه ان هذا الهيراريكي الموضوع اللي عندي اللي انا بعمل عنده مرقبة للتكاليف It may be higher than work package level It helps prevent changes يبقى من ضمن القصائص انه يمنع التغيرات يساعد على منع التغيرات بسبب ان انا عندي مكتوب لما حد يجي يقولي انا عايز اعمل كذا ارجع للWBS مكتوب فيه ولا مش مكتوب فيه It helps people get their mind around the project يساعد الناس ان اول ما ترى الWBS يفهم المشروع عبارة عن ايه مكوناته ايه في مرحلة اولى مرحلة اخرى في ارية واحد ارية اثنين في كم مبنى سيتعمل وكذا All planning processes after WBS creation is related to WBS جميع العمليات بتاعت ال planning اللي هتحصل بعد كده مرتبطة بالWBS لان انا عشان ابدأ اعمل planning للمخاطر محتاج اعرف ايه هي مكونات المشروع طيب ابص في ال WBS واعد اعدي على item item واشوف ايه المخاطر المتوقعة هنا نفس الحكاية بقى في ال quality محتاج مثلا quality planning محتاج cost بان انا اعمل planning للكost محتاج للتايم فاي عمليات جهود تخطيطية مستقبلية هتم بعد ال WBS عشان اعرف ايه هي محتوى المشروع هبص في ال WBS اعرف الايتم دي وابني عليه فبالتالي all planning process after WBS creation is related to WBS WBS helps new team members see their roles بحيث ان هم يشوفوا ادوارهم يعرف الدور بتاعه فاني حتة ايه هي المنطقة اللي هيبقى شغال فيها انا مسؤول عن مثلا finish work خاص بالمبنى الثاني او الثالث او مبنى بي مبنى admin administration وهكذا فابقى اعرف انا الحدود بتاعتي ايه ودوري ايه فقدر ان انا ابقى شايف مكاني فين في المشروع it forces you to think through all aspects of projects لما باجي ان انا بص على المشروع مش بس بقى يعني هبقى بفكر بشكل عشوائي لا هبدأ ان انا افكر بشكل منتظم في جميع نواح المشروع لان هي كلها موجودة قدامي ومكتوبة قدامي فمش هنسى حاجة منهم can be reused for other projects اقدر ان انا استخدمه في مشاريع تانية ممكن اخزن ال WBS دا عندي واعمله save as او انا اخده copy paste وابدأ اشتغل عليه اي مشروع تاني يعني في الغالب لو انا عامله على بريما فيرا او ms project فهم جاي واخد الفايل copy paste او import export وابدأ ان انا استخدمه مرة تانية المشروع تاني فهو مفيد ان انا استخدمه اكثر من مرة it's a team building tool ايضا من النوتس بتاعت الاسئلة ان هو ممكن يبقى وسيلة لteam building لان التام building معنى ان انا عزز روح الفريق او ان الناس تبقى في تعاون ما بينها فهو وسيلة للموضوع ده بحيث ان كل واحد بقى عارف دوره فين ومين بيعمل ايه فبالتالي انا محتاج حاجة خاصة بالمبنى الفلاني في اعمال الاركتكت بينا في ال WBS وفي ال WBS dictionary بيقولي مين المسؤول عن الكلام ده فخلاص انا بقيت عارف الكلام ده واتعارف مين ومين المسؤول عنه ممكن يبقى ال contact details بتاعته تليفونه ايميله وكذا فابدأ ان انا اتواصل معاه واقوله انا المسؤول عن الجزء الفلاني في ال WBS وفي عندي تداخل مع الجزء بتاعك وكذا فبالتالي ممكن ان هو يبقى ايه وسيلة للربط WBS فصلاتس communication among team and other stakeholders بيسهل لشك التواصل برضو نفس الفكرة الناس بتبقى خلاص عارفة مين مسؤول عن ايه ومين تبعه انهي جزء فبالتالي يقدروا يعملوا تواصل ما بينهم بشكل سريع يعني بكده نبقى خلصنا المحاضرة التانية البروسيس الثالثة والربعة ويبقى كده فضل لنا اتنين بروسيس يوم الأربعة ان شاء الله ونحل اسئلة الجمعة ونلقاكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة